اهلا بحضرتكم من جديد منذ الصباح واعلان قوات الاحتلال الاسرائيلي مسألة اكتياح بري وعملية اكتياح بري لقطاع غزة ومطالبة اهالي القطاع بالنزوح من الجانب الشمالي لجنوب القطاع وده بلا شك تصعيد خطير وغير مسبوك خصوصا في ظل تلميحات من الاعلام الاسرائيلي ومن كمان مصادر سياسية بدفع الفلسطينيين للنزوح للحدود المصرية وده الامر اللي مرفوض تماما من الدولة المصرية وده تمسكا بحق الشعب الفلسطيني في ارضه قبل اي شيء اعتقد انه مبارح كلمة سيد رئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة في النقطة دي لما اشار سيادته لضرورة تمسك الشعب الفلسطيني بارضي والبقاء فيها النهاردة كمان ده تم تأكيده من رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته لما قال انه اسرائيل تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم وده امر مرفوض وانه شعبنا لن يغادر ارضه خلينا نسمع مع حضراتكم قال ايه ونرجع نكمل كلاما اليوم اسرائيل اصدرت امر عسكري بتهجير سكان شمال قطاع غزة من بيت حانون الى جنوب وادي غزة ودفعت بالناس الى جنوب القطاع وفي ذات الصباح قصفت مناطق الجنوب جميعها ان الذي تريد اسرائيل هو خلق منطقة عازلة خالية من السكان وتهجيرهم ليس من شمال غزة فقط بل من كل قطاع غزة وهذا يشمل اكثر من اثنين وثلاث في العشر مليون فلسطيني وهذه ايضا جريمة حرب ان شعبنا لن يغادر ارضه ومنذ عام الف وتسعمائة وخمسين واسرائيل تحاول توطين اللاجئين في الدول العربية واليوم تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم هذا الامر لا نقبل به وشعبنا يعي ذلك ويعي معنى اللجوء ولن يتكرر تتكرر المذابح على ايد الاسرائيليين ولكن لن يتكرر اللجوء او الهجرة الحالة اللي بيحصل دلوقتي من الجانب الاسرائيلي دفع السيناريو حيدر بالمنطقة وحيؤثر على الامن القومي لمصر ولمنطقة ويؤد اي جهود للسلام خلينا نتكلم مع حضرتكم بشيء من التفصيل مع ضيفنا النهاردة اللي بنوارنا في الستوديو أستاذ محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مساء الخير على حضرتك بداية تحضيرات سيد رئيس عبدالفتاح السيسي أمس حدثت اليوم ومسألة تهجير الفلسطينيين إلى الجنوب هذا ما تحدث عنه سيد رئيس عبدالفتاح السيسي وحدث اليوم بهذه الانذارات وفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين في غزة للانتقال من الشمال للجنوب ماذا يعني ذلك من وجهة نظرك خلينا في الأول نتكلم على فكرة الثوابط المصرية ده من خلال ما ترحوه أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي عن كيف ترى مصر القضايا الفلسطينية بشكل عام وما هي الثوابط المصرية فيما تعلق بالقضايا الفلسطينية وفقا حتى للتطورات الجارية الآن في الأراضي المحتلة أو السمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فيما تعلق بهذه النقطة التي هي الخاصة بقيم قوات الجيش الإسرائيل اليوم بتوزيع منشورات على سكان قطاع غزة بتدعوهم إلى ترك شمال غزة إلى جنوب غزة بالقرب من الحدود المصرية القصة هنا نحن نتكلم على فكرة أنه عدد سكان قطاع غزة عدد سكان قطاع غزة بنتكلم في حوالي 2 مليون و3 من 10 نسمة نسمة يعني بنتكلم إسرائيل تسعة من خلال وطبعا أعطتهم 24 ساعة فقط للنذوح الداخلي من شمال القطاع إلى جنوب القطاع وأعطتهم فقط 24 ساعة ده عواقب الإنسانية بالتأكيد حتكون عواقب جاتيمة عواقب الإنسانية هنا جات كمان على لسان أنه هو وكالة الأونورو نحضرت من هذا الأمر جات كمان على وزارة الخارجية المصرية أكدت اليوم خطورة ده ومخالفته لقواعد القانون الدولي الإنساني كمان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة اليوم طبعا كان فيه جالسة في مجلس الأمن اليوم دعت لها دولة البرازيل ومندوب فلسطين في مجلس الأمن دع أن أفرائيل تسعى إلى عمل نكبة أخرى للشعب الفلسطيني من خلال حالة التهجير القصري ودفع الفلسطينيين إلى ترك أرضهم هربط ده بالألم برحل الرئيسة فتاح السيسي هو تكلم على فكرة دعا الشعب الفلسطيني ودعا أهالي قطاع غزة إلى التمسك بأرضهم وعدم ترك هذه الأرض لأن هناك هدف إسرائيلي مما تكون به الآن وهو محاولة تصفيت القضاء الفلسطينية الأمر هنا ليس متعلق فقط بفكرة أنه هو أن مصر لديها قلق ما من فكرة النزوح فلسطيني ولكن هو متعلق بشكل أهم وبشكل أكبر بالقضاء الفلسطينية أن مصر تحذر من مخطط إسرائيلي لتصفيت القضية الفلسطينية وأن ما تكون به إسرائيل من عملية تهجير قصري الهدف منها هو نكبة جديدة وفكرة أن الاثنين مليون غزاوي أو الاثنين يكونوا مشتتين في كل بقعة الأرض لا نتحدث عن مصر ومصر حذرت من ذلك التحذير هذا كمان جاء من فكرة أن مصر يعنيها حقوق الشعب الفلسطيني يعنيها دعم مصالح الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة كيف يمكن أن ندعم شعب غزة تحت هذا الحصار والتجويع والكهرباء التي قطعته المياة التي لم تتوصل من ست أيام وكل هذه المشاهد الظلامية والدموية في غزة والحديث عن ممرات إنسانية أمنة لأصول المساعدات وإطلاق الجانب المصري هذه المبادرة وحديث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي وأن مصر على استعداد تام لإيصال هذه المساعدات وعلى الجانب الآخر العالم الغربي على وجه التحديد متقاعس يعني من أرسل المساعدات اليوم هم الأردن في تركيا الحديث عن هذه الممرات الأمينة كيف يمكن أن تتحقق وتصريحات متضاربة من البيت الأبيض ومطالبة بهذه الممرات وفي نفس الوقت دعم غير مسبوق من قبل الإدارة الأمريكية بهذه الأسلحة التي تحركت ويمكن أنها كانت جهزة لدخول غزة خليني أقسم سؤال حضرتك لجزئين الجزء الأول هو متعلق بالسمرار الانتهاكات الإسرائيلية والسمرار أنه هو سقوط العشرات من الشهداء والقتل المدنيين من النساء والأطفال والعواجز فيه أنه هو فيه قطاع غزة وده حتى دفع الأمم المتحدة ودفع حتى الدولة المصرية والجامعة العربية وبعد حتى المؤسسات والمنظمات الدولية إلى ضرورة العمل على فكرة وقف هذا القتل الممنهج للشعب الفلسطيني أو المدنيين العزة في الأراضي المحتلة ما يدور حول هذه القصة الآن هذا يتوجب التحرك في تحركات من الجانب المصري مع الشركاء الدوليين حتى مع الجانب الإسرائيلي ومع الدول العربية ومع الجانب الغرب بخطورة هذا الأمر وفيه دفع ما بدأ الموقف بدأ يتغير ما بدأت حالة أنه هو زيادة حدة الانتهاكات التي تعرضت لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تأخذ حيز من الاهتمام فالموقف الأمريكي بعدما كان يقول أنه هو حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وكان فيه تجاهل تام لسقوط مدنيين وأن الطريق الإسرائيلي يكون باستهداف المدنيين وليس كما يعني لم نجد مثلا أن إسرائيل تحدثت عن استهداف البناء التحتية لحركة حماس في قطاع غزة كل ما نشاهده هو استهداف للمدنيين العزة استهداف المستشفيات وغيره من هذا الأبر هذا ما يتوجب هو ضرورة التحرك وزيادة هذه وزيادة الجهود بشكل عام الجهود الإقليمية والجهود الدولية لفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود موضع ذاية إلى قطاع غزة لأن استمرار هذا الوضع كما هو واقع الآن قد ينتج عنه كارثة إنسانية الوضع كارثي بالفعل ولكن ممكن أن نصل إلى صعوبة أكتر إلى وضع إنساني أكثر نتحدث عن تهجير مليون أو أكثر من مليون مواطن قصرا قصرا من منطقة إلى منطقة أخرى وفي أوضع إنسانية متردية يعني المستشفات التي تتحمل هذا الأمر هناك وهذا يعني مصر الآن فيما يتعلق بمصر فيما يتعلق بالجزئة المتعلقة بالمساعدات تحديدا نحن جهزنا مطار العيق استقبل مساعدات عندنا في مساعدات جات من أردن في مساعدات كمان من دولة الإمارات العربية وفي مساعدات جاية من تركيا وأعتقد أن مصر جاهزة الآن بأن تكون بإصال هذه المساعدات إلى سكان القطاع المحاصر ولكن نحتاج أن تتضافر كل الجهود الإيكولمية والدولية للوصول لهدنة إنسانية من يمتلك دور الوساطة الآن ويمكن لطالما أخذ الجانب المصري هذه الوساطة على عاطقه وتحققت بالفعل مرات عدة الوساطة بالجانب المصري اليوم من يمتلك الوساطة ومن يمتلك الهدنة ووقف إطلاق النار يمتلك من الجانب الفاعل لوقف مزيد من إزهاق الأرواح للشعب الفلسطيني خلال أحداث غزة الأخيرة أو الحرب الحالية تختلف تماما عن كل حروب أو حروب المواجهات ما بين كيف تختلف عشان نتاهم الناس؟ تختلف في أمور أنه هو لازم هنرجع تاني اليوم 7 أكتوبر حجم الخسائر الإسرائيلية نحن نتكلم هنا على دخلين في 1300 قتيل فيهم أكتر من 240 عسكري وشورتي أو وفيه قتل مدنيين بالعشرات إسرائيل فكرة الجيش الذي لا يرضع الجيش الذي لا يهزم تم إسقاط حالة الهيبة لإسرائيل الجيش الإسرائيلي هل حجد هذه الحشود العسكرية الهائلة الإسرائيلية والحديث عن اكتياح بري لرد كرامة إسرائيل بعدما حدث 7 أكتوبر؟ هو فكرة الحج العسكري يعني فيه نوع من الحجد يعني الحج العسكري إسرائيلي ده كد يكون له بعض الأسباب والدوافع وفيه فكرة أنه هو إرسال الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا قطع عسكرية وحتى كان فيه زيارة النهاردة كمان لليود أسن هو زير الدفاع الأمريكي لإسرائيل الاتنين لهم دوافع يعني فيه قال أكمان من احتمالية وهذا وارد وهذا غير مستبعد على الإطلاق لفتح جباهات أخرى من المواجهة ما بين حزب الله مثلا مع إسرائيل ممكن أن تفتح الجبهة السورية وهذا تصعيد دائر في لبنان بس قد نصل لفكرة مواجهة تفضي في نائلة حرب إقليمية يعني حرب إقليمية يعني الجميع سيكون فيها خاسرا أما فكرة أنه هو القطع العسكرية الأمريكية هي بتدي رسالة فكرة يعني هي رسالة تحزير لبعض القوى الإقليمية أنه عدم التدخل فيه طبيعة وطب أنا للداخل الإسرائيلي اللي فوزع بمع حدث يوم 7 أكتوب طب أنا برضو الجانب الأمريكي برضو أنا مش عايز يعني إيه عايز أقول الموقف الأمريكي برضو مرتبط بحالة النشهد الداخلي في الوقت متاع الأمريكية دلوقتي أمريكا على انتخابات رئاسية والحزب الديمقراطي بيحاول طبعا دايما قضية إسرائيل في قضية محورية قضية محورية فكرة أنه هو أن إسرائيل هي الحليف الأول لأمريكا في الشرق الأوسط وفي العالم وأن أمريكا هي معنية بأمن والاستقرار إسرائيل ولكن الفرق المراضي أنه هو فكرة وقوة ضحايا من المدنيين يعني من الإسرائيليين ده خلق حالة من ردود الفعل الوسعة في سواقف أمريكا طبعا أوروبا بتحزو حزو أمريكا في كل مواقفها فخلق حالة من إعطاء الدوق الأخضر أو الشرعية لإسرائيل لتقوم بالرد بس هنا الرد أنت هنا بترد بترد على شعب أعزل يعني في قطاع يعني الضرق يدافع عن أرضه يدافع عن يعني قاضية استمرت واحتلال استمر لسبعين عام وقتل المدنيين واستهداف للمدنيين كان يحدث بالفعل من الجانب الفلسطيني لكن العالم الآن ينظر العالم الغربي أوروبا وأمريكا تنظر وتتحدث لأنه حصل رد فعل من الجانب الفلسطيني رد فعل قوي يمكن ما كانوش يتوقعوه حنكمل مع حضراتك أستاذ محمد مرعي لكن نروح لفاصل ونرجع مع حضراتكم ومستمرين في حديثنا عما يحدث في الأراضي الفلسطينية وآخر التطورات في غزة وتأثير هذا على المنطقة والعالم هنرح مع حضراتكم لفاصل ونرجع لكم مستمرين مع حضراتكم وحدثنا مع أستاذ محمد مرعي مدير المرصد المصري تابع لمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية أستاذ محمد يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عما سألت أن ما يحدث اليوم هو نتيجة للقهر والظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني والعالم اللي يرى هذا الغرب يرى أن ما يحدث هو مسؤولية حماس والضربات الأخيرة يوم 7 أكتوبر وأنه حتى الخارجية الإسرائيلية تتحدث عن هذا أنه ما يحدث هو مسؤولية حماس بصي العالم العالم الغرب تلوقتي أو حتى يعني كتير احنا بنبص على اللي حصل كرد فعل أو أنه والمشهد المواجهة وسقوط المدنيين وفكرة لكن ما التوافع التي أدت إلى الوصول إلى هذه النقطة لو احنا بنتكلم على أهمية أنه هو تحقيق سلام في هذه المنطقة إذا كان هذا الجانب الغربي تحديل الولايات المتحدة الأمريكية فلازم نرجع لما يسمى جزور هذه القضية كيف وصلنا على مدى عشر سنوات أو أكتر يعني كمان كان بيتم الحديث أنه القضية الفلسطينية كانت ماتت وأن الشعب الفلسطيني لن تقوم له قائمة أخرى وأن إسرائيل فيه مستمر في سياساتها لتصفيت القضية الفلسطينية بشكل كامل من خلال استمرار عمليات الضم للأراضي والقرب الفلسطينية وبنائل كثير من المستوطنات وده وخلاص حتى نيتانيو كمان كان بتكلم أنه كان فيه إمكانية للسرائيل أنها تتجاوز فكرة القضية الفلسطينية وينجح حتى بمساعدة الجانب الأمريكي إلى جعل إسرائيل جزء من المنطقة وإدماج عاملة عبر ما يسمى اتفاقيات تطبيع ولكن جاءت هذه المواجهات الأخيرة لتؤكد أن القضاء الفلسطينية ستظل هي القضية الأساسية والقضية التي لن يتحقق سلام في الشرق الأوسط ولا يتحقق تطبيع وسلام حقيقي وإدماج حقيقي لإسرائيل مع محيطها العربي والإقليمي سوى بحل هذه القضية والعودة إلى جذور هذه القضية أرجع ثاني مثلا لحديث سيسي مبارح هنا كل صراع لا يؤدي إلى السلام هو صراع عبسي في النهاية وإسرائيل لن يتحقق لها الأمن ولا استقرار إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعات الدولية حتى الحديث الآن وفق لمرجعات أسلو يعني فكرة أو مثلا وفقا كمان للمبادرة العربية للسلام في 2002 يعني فكرة أن أنت ضرورة العودة إلى الأسباب والدوافع التي خلقت الشكل يعني حالة المواجهات دلوقتي بسقوط هذا العدد من لكن على الجانب الآخر وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم يصرح بأنه هجومنا على غزة مستمر لوقت أطول وسيحدث تغيير عن أي تغيير يتحدث ممكن حالة النزوح الداخل هو محتاج يخلقه جوه غزة هو عايز يقسم نص غزة يهجر أو يعمل موضوع نزوح لمليون فلسطيني من شمال القطاع إلى جنوب القطاع وطبعا في حديث كمان من الجيش الإسرائيلي اليوم أنه ممكن يبقى فيه عمليات خاصة يعني قوات خاصة إسرائيلية وجهة نظر قد لا يكون هناك اكتياح بري واسع ولكن قد ممكن يكون فيه نوع من العمليات الخاصة الإسرائيلية قام قالوا بهدف ما يسمى تحرير الرائن أو الأسرة ولكن أعتقد أن هذا الأمر لن يفضي إلى شيء يعني لو نتحدث عن فكرة تهدئة أو ضمان أمن الرهائن جميعهم كمان بشكل ما فنحتاج الآن إلى الإصغاء إلى لغة العقل والحكمة ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين الآن والدخول بعدها في حالة من التفاوض يعني حوالي أنه أصول هذه القضية أو جزور هذه القضية ساعتها طبعا قبل الحديث عن مارة التفاوض للسلام وغيره ممكن قبلها يعني نتحدث عن تبادل الأسرة فكرة كيفية عدم يعني إزالة كل الأسباب التي دفعت إلى وصول الصراع إلى هذه الحافة المنطقة الآن على حافة بالفعل على حافة من قد تتسع هذه المواجهات لتشمل مناطق أخرى عديدة زي ما قلت لحضرتك منذ قليل وساعتها كما قلت في هذه القضيات وفق كل المتغيرات التي حصلت في السنوات التي فاتت وتبدل أوراق اللعبة السياسية كيف يمكن أن نقدم للغرب فكرة العدالة للقضية الفلسطينية وإيه الأوراق التي نمتلكها لإقناع الغرب بهذا أنا أعتقد أن الدول العربية الدول العربية لديها الكثير من الأوراق التي من خلالها أن تجبر أو تدفع الجانب الغربي إلى يعني فكرة العالم عموما هو تحكم الوطن المصالح وفكرة قد تكون أنك شعارات براقة القانون الدولي حقوق الإنسان ولكن وقت الاختبارات القبرى بنجد أنه ليس هذا العالم أمريكا طول الوقت أو الأتحاد الأوروبا أو غيره دائما كان يتحدث عن حقوق الإنسان في أوكرانيا مثلا في نتيجة الحرب الرسالي الإكرانية وما تعرض الأوروبية من قطع القهرباء وغيره وغيره لكن حين دأتي للأضال الفلسطينية الآن وما تعرض أضال الفلسطينيين يصم أذنهم وفي النهاية لا هذا كمان يدعم هذه من خلال الصمت أو من خلال التجاهل لما يكون بالجانب الإسرائيلي أعتقد أن مصر وما ترحوا الرئيس السيسي أمس أعتقد هو تحرك ما يمكن أن تدعمه جميع الدول العربية يمكن لدول العربية أن تذهب إلى مجلس الأمن أن الموقف الروسي مختلف الموقف الصيني مختلف يعني يمكن من خلال زيادة النشاط الدبلوماسي الجهود هل يمكن التعويل على ما تقالت الموقف الروسي والموقف م Cultivar والأي مدى يمكن أن نعوي على الموقف الروسي والموقف الصيني الموقف الموقف الروسي والموقف الصيني في المدى بنتكلم علي العالم تحكمه مجموعة من التوزنات والقوة الدولية في رواية اسرائيلية موجودة بيروجها الجانب الغربي في رواية تانية كمان هتفرض نفسها على الجميع احنا برضو في النهاية احنا مش في اقتر ان احنا محتاجين صراع ما احنا محتاجين نوصل لحالة ان هو الآن وعجلا إلى وقف هذا الايه وقف هذا العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني يعني كل ما يعني اعتقد يعني مصر في النهاية احنا اختارت السلام يعني كخيار استراتيجي بالنسبة لها ده كان جاي من قناعة ان اي صراع في النهاية يجب ان ايه ان يعقبه يعني اي صراع عسكري يجب ان يعقبه في النهاية سلام يحقق الامن والاستقرار لكل الطرفين يعني وده نفس القصة وحتى ما قامت به مصر بعد كده ان هو يعني قامت به الاردن كمان فيه اتفاقية وضع عربة وما تابعه من امور بعد ذلك فاعتقد ان هو المجتمع الدولي بجميع القوى الموجودة يعني يمكن للقوى العربية ان تشتبك بشكل اوسع واسرع لخلق موقف دولي موحد لوقف هذا الصراع يعني احنا خلينا نتكلم في البداية احنا نحتاج لوقف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانية والاغاسية الى سكان قطاع غزة واعتقد انتوني بلينكين اعتقده هو سافر اسرائيل واعتقده كمان قابل رئيس محمود عباس ابو مازن وكان في الاردن وجاي مصري كمان والموقف في مصري يبقى واضح كمان وايضا وزير الخارجية الالمانية وزير الخارجية الالمانية يعني فيه موقف اوكليمي بيتشكل كمان حتى جزء من تركيا جزء من دا كان في زيارة كمان هكلم في دان وزير الخارجية التركي للقاهرة في موقف اوكليمي بيتشكل مصر منخرطة مع جميع الاطراف وهدفه في النهاية هو حماية الشعب الفلسطيني هو الوقف السريع لاطلاق النار العمل بشكل اسرع على ادخال المساعدات الانسانية صحيح ويمكن هنا هنا يعني هذا النداء الاهم مسألة ضرورة ادخال المساعدات الاغاثية لاهلنا في قطاع غزة وده حديث سيد رئيس عبدالفتاح السيسي انه مصر مستعدة لتوصيل كل هذه المساعدات العالمية داخل القطاع من خلال مطار العريش وده المهم لانه الوضع اصبح غير مسبوق ووصل لمستوى خطير جدا ننظر بكارثة بالفعل صحيح ربنا يسلم اهلنا في قطاع غزة نشكر حضرتك شكرا جزيلا وستاذ محباد مرعي مدير المرسد المصري تابع للمركز المصري الفكل ودراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا شكرا جزيلا الصورة الحقيقة في غاية الالم والوجع صورة من مستشفى في قطاع غزة حقيقة الوضع يعني كارثي ومأساوي زي ما حضرتكم شايفين وبالتبعوا معنا على الشاشة هذه القطاعات الحية من داخل القطاع وازدياد اعداد الشهداء دي مستشفى الشفاء داخل قطاع غزة ربنا يكون مع اهلينا داخل القطاع قلوبنا معاهم ودعاءنا ليهم وربنا يكون مع كل فلسطيني موجود على الاراضي الفلسطينية دلوقتي وكل حد خسر اهله وخسر حريبه داخل غزة قلوبنا جميعا معاهم مشاهد صعبة ولقطات يعني صعب ان احنا نتحملها ونشوفها ندعو العالم كله انه يستجيب لمسألة المساعدات الانسانية ودخول المساعدات الانسانية لقطاع غزة لانه هذا الوضع مأساوي وخطير وغير مسبوك هذا التصعيد اللي بيحدث في غزة الحقيقة يعني ينظر بوضع يعني كارسي على اكثر من مليون مواطن داخل القطاع يجباروا على ترك منازلهم ويجباروا على النزوح حصار غير ادمي لا يعرف للرحمة وللانسانية اي اه يعني معنى الاعداد بترتفع اعداد الشهداء واعداد المصابين حتى القطقم الطبية اللي بتوسع في المصابين بيتم ضربهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي وده احنا شفناه شفناه اعداد المصعفين اللي بتتزايد استشهاد عشر مسعفين لحد النهاردة من يتحمل هذا؟ كيف يتحمل الشعب الفلسطيني ما يحدث داخل غزة؟ والساعات القادمة ماذا يحدث فيها الحقيقة؟ قلوبنا مع اهلينا في غزة كل المصريين اللي من مبارح بدروا وجيروا علشان يتبرعوا بدمهم علشان يوصل لأهلينا في غزة الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية اللي قالت للعالم كله بمنتهى الوضوح ان الموقف المصري سابت من القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني لابد ان يتمسك بارده وايضا لابد ان نساعد هؤلاء الفلسطينيين علشان يقدروا انهم يدفعوا عن هذه القضية القضية الفلسطينية اللي اتولدنا على الارض دي عارفين انها قضية محورية ومركزية بالنسبة لنا قضية شعبية كل واحد فينا جوه بيته النهاردة قلبه موجوع وقلبه بيتقطع بالنام ونصح على هذه المشاهد الصعبة داخل غزة ويمكن يعني منتظرين هذا العالم الصامت امام ما يحدث في غزة ان يتحرك الى اي مدى الناس دي هتفضل صمدين كده مع انقطاع الكهرباء مفيش مية ست ايام بطاريات خلاص كلها بتخلص القطاع الصحي في تدور مستمر لحد امتى لحد امتى الناس دي هتفضل تستحمل الحديث عن اجتياح بري وحشود اسرائيلية حديث مرعب ومشاهد يعني احنا مش عارفين نتحملها الوضع في ارض الواقع عامل ازاي حتى الاطقم الاعلامية اللي بتحاول تغطي ما يحدث بيتم استهدافهم ده مش ضربة عشوائي اعتقد ده استهداف لهذه الاطقم الاعلامية علشان يعني يتم تعطيم المشهد على ما يحدث في غزة قلوبنا مع اهلينا في غزة دعاءنا مستمر الجهود المصرية انا متأكدة انها مستمرة لحظة بلحظة لوقف التصعيد اللي بيحصل في غزة ان شاء الله يعني الموقف يتغير للأحسن لانه هذه الحرب الوحشية اللي بتحصل داخل القطاع وهذه الابادة الجماعية لهذا العدد من البني قدمين مش مهم هم جنسيتهم ايه اللي بيحصل ده والعالم والغرب اللي كان منطفد لما يحدث في اوكرانيا ليه النهاردة لا ينطفد لما يحدث في غزة ويرموا هذه المسئولية على ما حدث منها جماء هجم أخيرة لحماس على اسرائيل ربنا يسلم اهلينا داخل القطاع ربنا يسلم الأطفال والنساء والمدنيين لانه هذه الحرب الوحشية ودائرة الانتقام لابد ان يخرج منها الأطفال مشاهد الأطفال توجع القلب ياريت لو نقدر نخديهم لحد ما هذه الحرب تخلص طفل اللي تولد وعاش كل ده وشاف بيته 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 على راسه وابو بيروح منه ولعبه مرمية في وسط كل الضمار ده المفروض يشوف العالم ازاي ما هو محدش شايفه ربنا يسلم ان شاء الله الساعات القادمة تحمل وقف لإطلاق النار ويصغى العالم لما يحدث وينظر بعين عادلة لهذه القضية الفلسطينية ولها أولاق الناس ربنا يسلم أهلنا في غزة ويسلمنا جميعا دوم توم بارفغير موسيقى 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 موسيقى